وحكاية يحكيها الغلابة للغلابة لا تموت للنقاش أوسع فيما يتعلق بشخصية الأسبوع وفق تصويتكم ينضم إلينا من لندن الدكتور هاني البنة رئيس المنتدى الإنساني في بريطانيا ومؤسس منظمة الأغاثة الإسلامية عبر العالم إسلامي كريليف وعبر الإنترنت من مدينة منشستر في شمال غرب إنجلترا الدكتور محمد فتوح عضو مجلس نقابة الأطباء المصرية سابقا أهلا بكم دكتور هاني أنت طبيب وأنت مصري كذلك مثل الدكتور مشالي واشتغلت مع الغلابة كثير جدا في العمل الخيري إلى أي مدى هو صعب أن يهبى الإنسان حياته كلها لخدمة الفقراء وهو طبيب في عشرات السنين كان يمكنه أن يجني الكثير من الأموال وطبعا رحمة الله على أخونا وأستاذنا الدكتور مشالي هو أسس لفكر جديد فكر اللي هو ثقافة المهنة تعاد سيغتها مرة أخرى صدقة المهنة زكاة المهنة قيم المهنة تعاد مرة أخرى هنا بدأ مبدرة فردية مؤسسية تحولت إلى خدمة مجتمعية تعدت حدود الآفاق اللي احنا ممكن نتحدث عنها فالدكتور مشالي بتوضعه وبتجرده وبإصراره وبتركيزه على النجاح استطاع أن يقلق هذا أنا مش هسميه طبيب الغلابة أنا هسميه طبيب أصحاب الحقوق لأننا دايما كلمة الغلابة دي فيها أعوزوا أتكلم بها منطقة صراحة يكون فيها إهانة للمريد وأهانة للفقير لكن هم أصحاب الحقوق لأن في أمولهم حق المعلوم للسائل والمحروم فلذلك أخونا رح مطلع عليه أو أستاذنا الدكتور مشالي هو طبيب أصحاب الحقوق الدكتور مشالي عمل شيء يعتبر شبه الإعجاز ومش هو الوحيد اللي بيعمل كده يعني فيه آلاف من الأطباء في مصر وفي الدول العربية وفي الدول الإسلامية وفي العالم كله بيشتغلوا في المساجد وبيشتغلوا في الكنائس وبيشتغلوا في أماكن مختلفة جدا بيأخذوا أجور زهيدة 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 والأسف إن وجد المناخ السياسي الذي يستطيع أن يجعل مؤسسات المجتمع المدني والمناخ المجتمع المدني أن يمه سيخرج آلاف من أمثال الدكتور مشالي الذي أبدع وأنجز فيما رأينا بالرغم من بساطته ومن رغم من قدراته البسيطة لأنه كان يصر 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 ويركز في العمل ويعلم معنى رسالة المهنة ومعنى قيم المهنة ومعنى ثقافة المهنة ومعنى روح المهنة الدكتور المشالي رح مطلع عليه هو مجدد لروح المهنة الطبية الخدمية التي تعلو عن كل مهنة أخرى أنا لا أتحيز للمهنة الطبية لأننا طبيب أبدا لكنها مهنة هي التي تسعد كل ضعيف وكل فقير وكل أصحاب الجوائح التي نرى أن في بعض الأماكن يهان هؤلاء الناس بالرغم من أنهم قدموا عشرات لم يكن مئات من الشهداء أثناء مواجهة جائحة الكورونا نعم بالنسبة يعني دكتور محمد فتوح أنت عملت كطبيب لسنوات طويلة في مصر هل اتطلعت على نماذج مشابهة للدكتور مشالي دكتور فتوح وإلى أي مدى يعني دكتور هاني كان يتحدث عن إذا كان المناخ السياسي متاحا سنشهد أكثر هل المناخ متاح لأطباء يسعون لخدمة الفقراء على هذا النحو دكتور مشالي رحمة الله عليه كان نموذج فريد من الأطباء اللي سخر عمره كله لعلاج المرضى الفقراء صراحا هو في السنوات عملي في مصر يعني كان فيه العديد من الأطباء في الأقاليم في النجوع في القرى بس وكمان عايزة أقول لحضرتك أن حتى الأطباء اللي هم كشفتهم بعشرات وممكن نوعات وممكن حتى توصل لألاف الجنيهات معظمهم بيقوم بعمل خيري ممكن ما يكونش بيتم الإعلان عنه سواء ممكن يتبرع بمئات الألوف من الجنيهات للمستشفيات اللي بيشتغلوا فيها لشراء الأجهزة والمستلزمات وفيه منهم اللي بتبرع بوقته وبيكون بعمليات جراحية بوقتش أن فيه مريض فقير ذهب لأي دكتور في مصر وقاله أنه ما عنده إمكانية أنه يعمل عملية والدكتور رفض أنه يعملها له بلا فيه طبعا نمازج يعني غير جيدة يعني موجودة في الأطباء زي أي مهنة أخرى لكن معظم الأطباء لأن الطب نفسه بمث العامل الإنساني بمث الجزء الإنساني طبعا دكتور هل المناخ في مصر تحديدا متاح عم يمكن فعل المزيد كيف يمكن أن تكون الأجواء مواتية للأطباء الذين يقومون بأعمال خيرك هذه أن يفعلوا أكثر هو الموضوع كله بتوقف على الدولة الدولة نفسها هل بتتيح المجال لعمل الإنساني وعمل خيري وفي نفس الوقت برضو من ناحية المهنية هل الدولة وفرت للمواطن الخدمة الصحية السليمة بحيث أنها ما يحتاجش أنه هو يروح لطبيب بسبب ضعف ضعف أجره ولا مفروض أنه يروح لطبيب بسبب علمه بسبب خبرته وحاجات كده مش بس بسبب ضعف أجره مفروض أن الحق في العلاج ده حق متوفر ومتاح لكل المرضى بدون تفرقة ولا في المكان ولا في الناحية الاجتماعية أو في الناحية المادية مفروض أن كل ده يكون متوفر مفروض أن الأطباء كلهم بيخدموا المريض بأجر عادل وكل ده أصحاب لأن هؤلاء كما سمعوا الدكتور هاني البنة هم أصحاب حقوق وتحفظ على لفظ غلابة طبعا بالإشارة إلى أن هناك الكثير من الأطباء يقومون بأعمال خيرة ولا يعلن نشير طبعا الدكتور مشالي الله يرحمه عشرات السنين قدم هذه الخدمة بأجر زهيد ولم يسعى أبدا للإعلام ولكن الإعلام هو الذي سعى إليه وأشهره دكتور هاني هل تعتقد أن الدكتور مشالي رحمه الله كان على حق عندما رفض كل العروض لتحسين وضع عيادته أو بناء مستشفى أو أشياء من هذا القبيل ألا تعتقد أنه كان يمكن أن يخدم الفقراء أكثر ما رأيك في النهج الذي سلكه هو الدكتور مشالي رحمة الله عليه رسالته جاءت من الفكرة التي نمت بعد أن احتضن هذا الطفل الذي مات حينما حرق نفسه فركز في العمل لم يركز في إعلام لم يركز في مال لم يركز في جاه لم يركز في السلطان لأنا أقوله دلوقتي عشان نوجه الحديث لشيء آخر المعلومات التي موجودة في عيادة الدكتور مشالي لا بد أن يستفاد منها هذه كنز من الكنوز لعشرات السنين لا بد أن مراكز الأبحاث والجامعات تأخذ مثل هذه المعلومات وتحولها إلى أتر في السياسات المجتمعية لمواجهة مثل هذه المشاكل الطبية هذه مهمة جدا الأمر الثاني نحن نطالب فيه ونشكر شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر على تسمية دفعة 2020 باسم الدكتور مشالي بس أنا أطلب من شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر أن يكون مدرك باسم مشالي دكتور مشالي داخل الجامعة الأمر الآخر نحن لابد أن نؤثر لمنظومة طرع الإبداع وطرع المبدعين من الطفولة إلى الجامعة إلى ما بعد الجامعة على مستوى المدارس على مستوى الجامعات على مستوى الدولة على مستوى العالم وهنا نطالب مين نطالب جامعة الدول العربية نطالب منظومة تعاون إسلامي اللي هو صندوق التنمية العربي إلى أخير أنهم يجعلوا مثل هؤلاء المبدعين مؤتمنين على إبداعهم الأمر الأخير نتكلم عن المساحة التي يعمل فيها المجتمع المدني لابد أن تسع الجميع إلا أن تسع المساحة الجميع لن يكون هناك إبداع ولن يكون هناك آلاف من الدكتور مشالي أو الدكتورة زهيرة عبدين كانت من مبدعات المصريات التي سموها في نقابة الأطباء أم الأطباء أمله دكتور عبد الرحمن السميت رضي الله عنه الذي خرج وطرك الطب وأسس مؤسسة من أقوى المؤسسات الإغاثية والتنموية والدعوية في العالم العربي والإسلامي هؤلاء مبدعون لا بد أن نؤثر لهم منظومة لا تجعل الدكتور المشالي يكون فكرة أو يكون فقط عمل فردي لا لكن هناك آلاف من الدكتور المشالي وزهير عبدين وعبد الرحمن السميت نتمنى ذلك نتمنى ذلك وأنت دكتور يعني فعلت الكثير أيضا في الإسلامي كريليف لا لا أستغفر العظيم يعني وآخرون نشكركم على ذلك والدكتور محمد فتوح أريد أن أسألك كيف يمكن البناء على ما فعله الدكتور مشالي رحمة الله عليه في مصر بالتحديد طبعا الدكتور المشالي كان نموذج فريد يمكن هو الإسسناء الذي يثبت القعدة أن هناك مرضى كثير فقراء محتاجين خدمة صحية يمكن هذه الفكرة الأساسية التي حاول يوصلها طوال 50 سنة من عمره أنه يعالج المرضى الغير قادرين على مصاريف العلاج الكثير فنحن نأخذ الفكرة نفسها ونحاول نعظمها عن طريق مؤسسي لو إحنا قدرنا كدولة أو كوزارة صحة أنها تتعمم الخدمة الصحية بطريقة آدمية في يعني في كل دكتور أكمل دكتور تفضل أيوة لو إحنا قدرنا أن نعمم الخدمة الصحية في في كافة الأماكن بنفس الكفاءة وكفاءة محترمة بحيث أن هو يعني مريض يلاقي العلاج الخدمة المناسبة لي في مكان مناسب ومكان نظيف وبأجهزة مناسبة يبقى في الحالة دي إحنا خذنا الفكرة اللي كان بيشتغل عليها الدكتور مشادي وحاولنا أن ننطورها ونحاول أن نوصلها لأكبر عدد ممكن من المرضى وممكن من الأفراد هو ده اللي إحنا ممكن نعمله عشان نخدم فكرة الدكتور مشادي ونكمل رسالته شكرا جزيلا لكم عبر الإنترنت من مدينة مانشستر في إنجلترا الدكتور محمد فتوح عضو مجلس نقابة الأطباء المصرية سابقا وكذلك نشكر الدكتور هاني البن رئيس المنتدى الإنساني في بريطانيا ومؤسس منظمة الغاثة الإسلامية عبر العالم كان معنا من لندن شكرا جزيلا